طبعاً كرشا أنا بتكلم وأنت طبعاً أنا بتأكد كل كلامك مستند على كلمة الله على الكتاب المقدس لكن زي ما أنت ذكرت في البداية أنه عمل الصليب هو البدلية وبرضو محتاجين توضيح لهذه الفكرة أكتر وبعدين تغير الحياة بس أنت كمؤمن اليوم أكيد بموضوع الصلب أو الصليب مريتي في محاور في محطات إنصح التعبير اللي فيها أنت ابتديت تدرك عمل الصليب بشكل شخصي أكتر ومقتنعة أنا بتكلم مش بس من ناحية لهوتية يعني بتكلم عن الأساسيات الإيمانية أو العقائد الرسمية المسيحية لكن حلو دايماً الواحد يتكلم بشكل عملي فعاوزين نفوت في مخ رشا نعرف إيه المحطات اللي أنت مريتي فيها من خلال عمل الصليب أول محطة هي أن أنا أتحول من إنسانة بعمل فروض عشان أرضي ربنا بصلي بصوم بغطي شعري بعمل زكاة يعني الفروض اللي إحنا بنعملها كلها تحول من هذه الفروض إلى أن علشان أجيب أي نوع من أنواع السلام اللي يكون مع الله يعني أحاول أن أنا يبقى لي سلام مع الله لأن الفروض هي أن أنا لو عملتها أخد سواب عليها لو ما عملتهاش أتعاقب على أن أنا ما عملتهاش فبالتالي الصلاة مثلاً أنا بعملها مش بس عشان أخد عليها سواب لأنني كمان علشان ما أتعاقبش عليها أنا بعمل الصلاة فبالتالي الإنسان أما يتحول من أن هو يصلي مش عشان هو فرد أن هو يصوم مش عشان هو فرد إحنا دلوقتي في رمضان مثلاً المسلمين دلوقتي وقت الصيام هم بيعملوا إيه في رمضان؟ بيصوموا وبيعملوا صلاة الترويح بالليل ويصالوا طبعاً وبيختموا القرآن كل ده ليه؟ علشان يبقى فيه سلام مع الله علشان يتقو شر ربنا يعني سوري معلش في الكلمة أن ربك أنا بالمرصاد الله بيترصد بالعباد بيترصد بي يعني أنا لو عالتش الخير أو الفرد اللي علي ربنا عايدلي بالمرصاد بيترصدلي على طول بتلاقي السيئات بتكتب في ميزاني لكن إزاي أنا أجيب السلام للعلاقة دي ما بيني وما بين ربنا؟ إزاي ييجي السلام ده هوت؟ لأنا بفتقده من خلال عمل الصليب ليه من خلال عمل الصليب بييجي السلام؟ لأن أنا مش بعمل فروض عشان أرضي ربنا مش بعمل أمور علشان أتقي شره وعلشان ما يكتب ليش السيئات لكن هو دفع دمه هو اللي دفع نعم زبيحة نفسه على الصليب علشان أنا يكون ليا السلام مع الله المسيح قام بعمل الصليب علشان يستعيد السلام مع الله فأنا يبقى لي إمكانية أن أنا أقف في محضر ربنا وأنا عندي سلام ليه أقدر أتعامل مع الله بدون خوف ودي كانت أول محطة أن أنا على طول كنت خايفة على طول كنت مترصدة خايفة أن أنا أغلط خايفة أن أنا أعمل كذا أو كذا يخلي ربنا يزعل مني لكن في الصليب أنا الخوف ده انتهى الخوف ده تحول إلى سلام تحول إلى طمأنينة وأنا بتعامل مع الله أنا بتعامل مع الله وأنا مش خايفة أنا مطمئنة لأننا في إيد ربنا يعني تذكرت أيوب في القديم كان عنده صرخة يعني بطالب في مصالح يضع يديه على كلينا ومشان هيك إحنا كمسيحين نؤمن أنه المصالحة أو الخلاص هي مبادرة إلهية الإنسان حاول حاول بتقوى حاول في بره حاول بأعماله طب إمتى منصل للوضعية أنه الله يكون راضي علي أنا بحاول أرضي الله بكل الوسائل في أفسوس يعني أنت اللي ذكرتيها يعني إحنا كنا أعداء صالحنا في المسيح يسوع إحنا اللي كنا البعدين صرنا قاربين بدم يسوع المسيح فبنشوف في عمل إلهي اللي بيبعث فينا الطمأنينة والسلام وعدم الخوف وهذا اللي إحنا بتكون في موقف قضاء أمام الله متبررين متبررين بالرب يسوع إذا قد تبررنا في الإيمان لنا سلام مع الله ودي كانت أول ربنا يسوع المسيح يعني من خلال عمل المسيح أنا صار لي سلام مع الله يعني بقيت فيه طمأنينة ما بقاش فيه خوف ما بيني وما بين ربنا بتقدم إلى الله مش علشان أنا خايفة أن أنا معملش فرود أنه يعقبني عليها أو أن أنا بجمع حسنات علشان يزيد ميزان حسناتي لكن أنا بتقدم لأنه فيه سلام في معاهدة سلام ما بيني وما بين ربنا من خلال عمل الصليب فبالتالي الصليب هو سلام مع الله دي أول محطة وهاي محطة أنت اختبرتها بشكل شخصي طبعا أنا فيه فرق كبير جدا أن أنا أقف أصلي الفرد وأصلي السنة وصوم وحاول أصوم أيام أكتر وحاول أن أنا أعمل أعمال كويسة وواواواوا علشان أنا خايفة علشان أنا أضمن الجنة وما فيهش ضمان برضو للجنة فيه فرق أن أنا أتعامل من خلال الخوف وأن أنا أتعامل من خلال الطمأنينة أن أنا أعمل حاجة وأنا خايفة وأن أنا أعمل حاجة وأنا متطمنة وعرفة أن ربنا مش هيعمل لي كده مش هيعقبني أنا بعمل من خلال حبه يعني أنا بقدم له من خلال الحب اللي هو قدمه لي وده فرق كبير جدا 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 ده كانت أول مرحلة اختبرتها في الصليب